تبدأ الرحلة عادة في العيد مع العيلة الكل بيبقى كده عنده حماس وده اللي حصل تماما مع عائلتي الصغيرة وقررنا ان احنا نروح نحتفل بسينة حتى قبل عيات سينة العيد كان مرتبط بالعيد وعيات سينة الطريق اللي طابة يعني كان بقالي سنين الحقيقة ممشتش في الطريق ده فكان الحقيقة يعني فجأت بكم المجهود اللي مبزول الطرق يعني عشرة على عشرة الطريق مش طويل ولكن طبعا انت عندك جهات امنية كتير بتقف عشان تتأكد من سلامة ويعني بتدخل النفأ وبيشوفوا العربيات الجميل ان انت وانت بتعيد على كل كمين شرطة او جيش تلاقي على طول الابتسامة على الوش واقفين مبتسمين مشرقين رابدين كده على الحدود حاجة مشرفة وتبقى انت عايز يعني هو يستأذنك انه يشوف العربية ويشوف البطاقات بس انت بتبقى معرفش ليه الواحد عنده كده اللي هو معقولة يعني احنا راحين نتفسح وانتوا وقفين هنا والابتسامة مشرقة على وشهم ولازم يقولك كل سنة وانت طيب وتقدوا اجازة سعيدة تبقى عايز تقولهم طب ممكن اقف معاك شوية طب ممكن اساعدكم شوية في وسط الطريق كنا مضطرين نقف شوية في مكانش فيه في الوقت ده مثلا استراحة وحاجة كان معانا حد كبير في السن فكان لازم نقف يعني شوية كده يعني نساعده شوية فكان فيه مكان ليه كمين وإيه الإسعاف مش قادر اقول لكم قد ايه ويفتحوا الببان وتعالوا وشوفوا يعني تحس ان اهلك موجودين على الطريق فتبدأ تقول كده كمية التأمين اللي موجودة في بلدنا مش بس كبيرة لا كبيرة ووثقة وبعدين تبص على الصحراء وجمالها لحد ما توصل طابة وتقول مصر يعني كنز من الكنوز سينة دي كنز كبير قوي جمال الطبيعة العمران اللي موجود فيها المشروعات اللي بتشتغل كان بقالي فوق العشر السنين ما شفتش الاماكن اتغيرت ازاي حتى بدو سينة تحس انه لا ما تقدرش تقول غير ان هما جزء اللي يتجزأ انا عايزة اقول لكم المكان اللي كنت فيه كان فيه السيدات الفضليات من البدو اللي بيبيعوا الحاجات المشغولة بالإيد تقعد جنبها الابتسامة اللزازة الحاجات حلوة وتلبسها كده وانت حاسس انه اه انا عايزة بقى زيها والبس زيها احنا الاتنين مصريين فرق بس هي عايشة هنا وانا عايشة هنا لكن مصريتنا بتجمعنا العمران موجود اماكن كتير تم تعميرها كمية الشباب بقى اللي بيشتغلوا الشباب المصريين وشباب بقى ايه يعني انت بتشوف مثلا حد جاي من الطور لا حد جاي من السعيد لا حد جاي من البحيرة طب انت جاي من اين لا مش شرقية فتحس ان كل محافظات مصر بتصب في سينة والشباب كلهم بيشتغلوا وهنا ده بيجاوب على نهاردك وتسمع سيد رئيس عبد الفتاح السيسي هو بيتكلم عن الهجرة غير الشرعية فانت كل ما انت قمنت مشروعات وده اللي حاصل في مصر على ارضك وفي محافظاتك وبالزات سينة اللي مليانة مشاريع طول ما انت ماشي مشاريع في الارض مشاريع تعمير فتلاقي ولادك وولاد المحافظات وولادنا من كل محافظات مصر بيشتغلوا يعني ما تقدرش تقول انه كمية ايدي عاملة موجودة غير طبيعية اجمل من كده بقى انك تحس كده انك بتتفسح وبتتبسط عايز تروح مكان غالي موجود عايز تروح مكان معقول موجود عايز تروح على قد اليد موجود كل شيء موجود يعني بجد بلدنا جميلة وفيها عمران كتير وفيها بس ان احنا نقدر المجهود احيانا لما بتشوف كمية التأمين بس لموجودة على طريق واحد من شرطة او جيش وتقول بس ده طريق واحد كمية الطرق كمية الحدود مصر من شمال لجنوب شرق وغرب فيها رابضين على الحدود قوات المسلحة الشرطة المصرية فتعرف وين تقعد كده وانا موجودة في الاستوديو بالامان وحضرتك موجود بتتفرج على التلفزيون بامان واي حد مسافر اي مكان في محافظات مصر حاسس بالامن والامان هي دي مصر كل سنة وكلنا طيبين وكت سعيدة ان احنا في سينة وتحديدا في طابة لان انتم عارفين انه طابة اللي هي كيلو متر تقريبا ولكن مصر بزلت مجهود كبير جدا في التحكيم وان هي تحافظ عليها وان هي تتمسك بيها حتى تعود كل شبر مش ممكن حد يسدى غير انه كل شبر في ارض مصر لازم يفضل جوا مصر كل سنة وكلنا طيبين وتحية بجد القوات المسلحة والشرطة المصرية على المجهود الكبير اللي بيأمنوا بيه كل مكان موجود في مصر تعالوا بقى نرجع ونبدأ اخبارنا كده معاكم بتتواصل جهود الدولة الحقيقة المصرية في اعادة رعايها من السودان عبر المنافذ البرية وكذلك الجسر الجوي الموجود لنقل الرعاية المصريين بالسودان الى مطار شرق القاهرة اكدت وزارة الخارجية في بيان وصول اعداد المواطنين المصريين الذين تم اجلاؤهم زي ما انتم شايفين دليل لمطار شرق وده عبر الجسر الجوي المقام والمنافذ البرية الى 2679 مواطن حتى يوم امس مع استمرار القنصليات المصرية في السودان في دورها لاجلاء المصريين العائدين المواطنين الحقيقة كمان اكدت وزارة الخارجية استقبال 16 الف شخص من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان حتى الان واضحت الخارجية ان اعداد العابرين من الاشقاء السودانيين تجاوزت اكثر من 14 الف مواطن كما بلغ عدد العابرون الى مصر ما يزيد عن 2000 مواطن اجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية طبعا مصر بلد كبير ومصر دايما فتحة مش بس الحدود فتحة قلوبها وبيوتها علشان الاستقرار يعني جيرانك وايضا دولنا العربية الشقيقة بتجد في مصر الامن والامان بيجوا بيتعاملوا هنا كمواطنين حقيقيين يعني بياخدوا كل الرعاية وكل الترحاب ونتمنى ان شاء الله ان الامور تستقر وتهدأ باذن الله اجتمع اليوم كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع دكتور محمد ايمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك لمتابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين بالجماعات السودانية وده طبعا تعرفوا على طول يعني ايه تحرك السريع لان انت عندك عائدين طلاب فلازم يكون فيه متابعة وحيعملوا ايه؟ اشار وزير التعليم العالي لانه تم عقد اجتماع بين الطلاب المصريين الدارسين في الجماعات السودانية وقيادات الوزارة للتعرف على طلباتهم والاجابة على الاستفسارات الخاصة بمستقبل دراستهم ايضا الجماعية وقال الوزير انه سيتم تحديد اليات التعامل مع الازمة للحفاظ على المستقبل الدراسي لطلاب المصريين الدارسين في الجماعات السودانية وذلك عقب الانتهاء من دراسة كافة التفاصيل المرتبطة بالتخصصات الجامعية واللوائح الدراسية ونظم الدراسة وغيرها من التفاصيل الاخرى والتي تمكن من سرعة التجاوب مع الازمة الحالية التي يواجهها الطلاب واتخاذ القرارات المناسبة التي تحافظ على مستقبلهم الجامعي طبعا هو ده دور المواطنة يعني صحيح ما حدث في السودان واللي نتمنى ان تهدأ الاوضاع لكن اولادنا واهلنا طبعا اكيد لما بيرجعوا للوطن لازم يكون على طول ايضا في احتضان وفي تفهم للوضع وفي ايضا مساعدة بانهم ايضا يحصل استقرار ويقدروا يكملوا مستقبلهم الجامعي نتمنى ان الامور تهدأ تعالوا ناخد فاصل ونرجع نتواصل معكم بعد قليل ونستكمل معكم باقي فقراتنا التاسعة لهذه الليلة تفضلوا اهلا اهلا بحضراتكم اختتمت اليوم الخميس فعاليات مهرجان سباق الهجن في مدينة العريش سباق الجمال زي ما احنا عارفين في شمال سيناء احتفالا بالعيد القومي للمحافظة وطبعا ده بمناسبة ذكرى تحرير سيناء واقيمت خلال الفعاليات مهرجان سباق الهجن عدة عدد من الانشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية وايضا معرض للمنتجات السينوية على هامش السباق زي ما انتم شايفين المنظر اكيد جميل اولا احنا سعداء جدا بالعريش ويمكن شوفنا مع حضراتكم حتى في شهر رمضان الافطار الرائع اللي كان على شواطئ العريش والنخيل والجمال وعودة الامن والامان شوفوا المنظر والامن والامان قد ايه والمنطقة دي على فكرة سباق الجمال او الهجن زي ما انتم عارفين مشهورة بيها جدا وحاجة جميلة وبديعة وطبعا يعني اهل العريش بقى نفسهم يعني اهل العريش والبدوي سيناء الجميع الحقيقة في سعادة كبيرة جدا لعودة الحياة مش بس الطبعية ولكن عودة الانشطة كمان يعني استقافية والفنية والرياضية والناس كلها وزي ما انتم شايفين الناس مبسوطة وسعيدة وحنستغل الفرصة دي كمان هينضم إلينا من العريش زميلنا العزيز كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري ومزيد من التفاصيل وكريم مستعدة بابتسمته اهي واضح انه شمس العريش يعني عاملة لفحة كده على الوجه عندك يا كريم مساء الخير يا كريم وكلمنا عن مهرجان الهجن او الجمال بشمال سيناء وكل سنة وانتم طيبين شعب العريش على البسالة اللي كانوا فيها انهم عدوا الله اللي دايما دايما احسن وعايزكم تحيين ونفسكم تحياة كبيرة جدا 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 زي ما انتم شايفين طبعا يعني الجمال دي اولا هي رياضة بنت البيئة نفسها العريش تمتاز بطبيعة خلابة يعني اولا منطقة سيناء كلها الجمال فيها يعني ده تكوين طبيعي لها فطبعا لما يكون فيه سباق الهجن او السباق الجمال وكمان المتسابقين من اهل العريش بتبقى الحقيقة رياضة جميلة ورياضة شبه البيئة بتاعتها ورفعين الاعلام اهو عالم مصر والسباق والاهالي كل ما انت تبص على منطقة ان يعود فيها نشاط رياضي او ثقافي او فني او كل الانشطة تعرف انه المنطقة في امن وامان كبير جدا انا سعيدة جدا بهذا العام بان احنا بنحتفل بكمية الامن والامان اللي موجودة في سيناء تحديدا والناس كلها الحقيقة سعيدة للحياة اولا شايفين المنظر قد ايه جميل وقد ايه سباقات حلوة وجميلة والناس كمان عندها سعادة كبيرة اولا المنطقة والطبيعة خلابة العريش تحديدا مش بس فيها الكثبان الرملية الجميلة ولكن كمان فيها النخل والجمال كريم بيعود الينا كريم من العريش كلمنا يا كريم عن ما يحدث من انشطة رياضية وسباق الهجن والجمال في العريش وكل سنة وانت طيب تحياتي لك يا شافكي وتحياتي لجميع السادة المشاهدين وكل سنة والشعب المصري كله بخير الحقيقة نعيد تحرير سيناء ما اقتصرش فقط على الاحتفلات العادية والفوليكولورية اللي متعاودين عليها لكن على مدار ايام احتفلت العريش بعودة الامن والامان بعودتها لطبيعتها يمكن اهم حاجة حصلت ايام اللي فادت دي هي مهرجان الهجن مهرجان الهجن اللي رجع للعريش وشمال سيناء بعد انقطاع دام سنين كبيرة جدا جدا قبايل كتيرة شاركت النهاردة اكتر من خمسمائة مشارك من جوا مصر وبرا مصر الحقيقة شاركت في مهرجان الهجن اللي كانت الجوائز بتاعته النهاردة كبيرة جدا سواء كانت مالية او عينية او حتى تكريمات بشكل عام الحقيقة انو العريش رجع التاني مش بس في الافتتاحات المختلفة لكن بنية تحتية بناء الانسان عودة الحياة لطبيعتها مرة تانية الاحتفالات ما بيتش احتفالات عادية الافتتاحات بقت مدارس حاجات في قطاعات مختلفة زي قطاع الصحة على سبيل المثال وقطاع التعليم وغيرها من القطاعات اللي شاهدناها في العريش والشيخ زويد وكمان مش بس كده اختتم النهاردة مهرجان الهجن في الحقيقة بعد القطاع كبير جدا 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 اختتم به معرض مختلف لاحياء التراث السيناوي مرة تانية داخل العريش عشان نرسل رسالة سلام وامان للعالم جميعا هل بس جدا احتفالات سينا الحقيقة لا كمان دلوقتي موجود في حفلة خاصة في واحدة من القرى السياحية داخل العريش لو شفنا كمية الحضور اللي موجودة هنا النهاردة كمية حضور كبيرة جدا 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 شباب وصغار واطفال وعائلات جاوم عشان يشاركوا في الاحتفال النهاردة اللي موجود فيه محمود ياسين التهامي الفنان هيسم نبيل اللي بيغني ورايا دلوقتي ومفاجئة الحفل النهاردة اللي موجود في العريش الكنج محمد منير هيكون كمان موجود اقبال جماهير كبير جدا 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 داخل العريش والشيخ زويد وشمال سينة تحول ملحوظ على ارض الواقع في كل القطاعات الحقيقة بلا استثناء مش بس جدا بجانب اللي في الحياة احنا قعدنا مع الناس وتكلمنا معاهم العريش كلهم عشان جدا يمكن احنا دقلنا النهاردة ومبارح نظرة بسيطة جدا عن اللي بيان على قاية حال طبعا يعني زي ما احنا سمعينك يا كريم الحماس اللي موجود عند كريم انا متخلة هذا الحماس المنظر البديع الانشطة الجمال اسوأت الغنائية الجميلة الكنج محمد مونير لما يجمع بصوته مصر ويغني المصر دايما كل اغاني محمد مونير فيها ريحة مصر طول الوقت فلما يكون محمد مونير موجود في العريش بيغني لعيات سينة وبيغني للمصريين وبيغني للعريش بامنها وامنها هيسم نبيل والشيخ تهامي يعني اكيد الاحتفالات كلها جميلة كل سنة وكلنا طيبين وسيناء بخير في حضن مصر زي ما كتب عنها الخالي الابنودي دايما بانها موجودة في حضننا طول الوقت طيب خلينا كده كمان نروح لخبر تاني واحنا بنتكلم معاكم مجد الخبر دايما الحقيقة موجود والناس نفسها تصدت لي بشكل كبير ولكن اصدرت وزارة السياحة والاثار بيانا بشأن فيلم الملكة كليو باترا واللي سيبدأ عرضه على احدى المنصات الاجنبية يوم 10 مايو القادم بإذن الله حيث تظهر في البطلة الحقيقة اللي بتقوم بدور الملكة كليو باترا السابعة بلا ملامح افريقية وبشرة سمراء اللون مش دي المشكلة ولكن المشكلة ان هي عدم المستقية في البيان اكد دكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار ان ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة مضيفا له كان يجب الرجوع الى متخصصين في علم الاثار عند صناعة مثل هذه النوعية من الافلام الوثائقية والتي سوف تطل وايضا تنقل شاهدة على حضرات وتاريخ الامم ولافتا الى ان هناك العديد من الاثار الخاصة بالملكة كليو باترا التي تؤكد الشكل والملامح الحقيقية لها والتي جميعا تظهر فيها الملامح اليونانية للملكة كليو باترا كما نرى في الصور من حيث البشرة فاتحة اللون زي ما انتم شايفين كده واكد ايضا دكتور مصطفى وزيري ان حالة الرفض التي شاهدها الفيلم قبل عرضه تأتي من منطلق الدفاع عن تاريخ الملكة كليو باترا السابعة والذي هو جزء هام واصيل من تاريخ مصر القديم وبعيدا عن اي عنصرية عرقية مؤكدا كل الاحترام ايضا الكامل للحضرات الافريقية زي ما انتم شايفين في الصورة هنا الملامح لكليو باترا بشرة فاتحة اللون ويمكن الصور اللي موجودة على حتى السوشيال ميديا وعلى ايضا الصور الموجودة لعرض الفيلم كلها بالملامح الافريقية واحنا بنؤكد احنا طبعا احنا اصلا افرقى ولكن التاريخ تاريخ والحقيقة حقيقة والتوثيق توثيق لانه الفيلم كمان وثائقي فعن لما بنقدم فيلم وثائقي معناها ان احنا لابد ان نعود الى التاريخ خلينا ناخد ومزيد من التفاصيل خلينا نتعرف على ما يحدث وناخد هذه المداخلة وايضا نشوف يعني الى اي مدى يعني حقيقة يعني ما وصل اليه هذا الفيلم وازاي ان احنا لو هذا الفيلم يعني يأتي بتزييف للحقائق ممكن يعمل لبس شكله ايه دكتور بسام الشمع الباحث التاريخي مساء الخير يا دكتور مساء النور عليكم وعلى الحضارة المنصرية كلها مساء النور على حضرتك خلينا نقول انه يعني يمكن يعني هذه المنصة وانتاج فيلم وثائقي في نوع من انواع التزييف لشكل الملكة كليوباترا السابعة كلمنا عن عن هذا يعني لماذا يلجأ البعض خاصة عندما نقدم فيلم وثائقي ولا نلتزم في المصدقية التاريخية اول حقيقة يوجد كثير جدا من الملفات في شأن موضوع تزييف التاريخ وتشويه التاريخ وبالذات التاريخ المصري لكونه طبعا اشهر تاريخ في العالم يعني عندما نتكلم عن تاريخ المصري والاثارة المصرية نتكلم عن مباني ما زالت موجودة لغاية دلوقتي نتكلم عن اكتر من مئة وعشرين هرم نتكلم عن عدد مثالات كبيرة جدا بيقف امامها مهندسي العالم كلهم مبغورين نتكلم عن الاسماء كبيرة في التاريخ امثال الملوك المشهورين جحوت المستالة تحوت المستالة سبعتاشر معركة عسكرية بينتصر فيهم بالجيش المصري وهكذا نتكلم عن اكبر مقبرة بها ذهب وبها صد ضوى بها يعني اثار على اعلى مستوى خمسة لاب تلتمية تمانية وتسعين قطع مقبرة توت عن قيمة من المقبرة رقم 62 فادي ملوك فانتها عندما تتكلمين عن نصر بأي خطة في الدنيا بتجد على طول الناس عنها بتبرؤ وبيبدأوا يهتموا باللي انت بتقولوا العجيب ان كمان مقابل ده احنا عندنا بقى راصدين وانا واحد من الناس دراسة الكلام ده خلال التلاتين اربعين سنة اللي فاتوا كوني اعمل هنا وحاضرت هنا وحاضر ايضا في الخارج للاجانب وللمصريين اكتشفت حاجة عجيبة جيد من اكتشفت ان يوجد تاريخ من التزوير مصرين عليه في الغرب ومصرين عليه في منصات الان طبعا بما نتكلم عن انترنت وكده ففي منصات ومن قبل المنصات كانت هليوت في الوقت الذي كانت كليو باترا بيضاء جدا 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 في دور فيفيان لي صحيح في فيلمها الشهير جاءت بعده يعني بعدها على طول إليزابيس تيلر بالزبط والفيلم الملحني الشهير بتاعها صحيح من احلى افلام إليزابيس تيلر اصلا يعني وقتها وعيون القطة السيامي والدنيا كلها تقلبت وصدرت للعالم كيف ان هذه الملكة قد تبوقت العروش استخداما باللي جمالها واللي جسدها صحيح وده كان تصدير خاطئ لأن كليو باترا لم تكن جميلة الشكل والدليل على كده أن إذا نظرتي إلى العملات وبالذات العملة اللي أنا بقى طالب بعودتها بقى لي أكثر من عشر سنين من المتحف البريطاني فشكلها يعني أبعد ما يكون عن الجماعة هي كان لها شخصية كانت تتكلم أكثر من ست لغات أجنبية كانت مفقفة كانت تقرأ الشعر كانت تحفظ الأسطورة كانت فارسة على جوادها كانت متعلمة كانت كمان شخصية طموحة جدا بالتالي هي لم تستخدم كاليسبي ستيلر في الفيلم ولكن للأسف صدرت للناس اللي ما تقرأش تاريخ في الغرب وما أكثرهم صدرت لهم هذه الفكرة فبقى لهم الموضوع فبقى عندك يعني إذن حتى الأفلام القديمة زي ما حضرتك بتقول دكتور بسام كان فيها أخطاء أنه تم استخدام شخصية كليوباترا على أنها شخصية أنثوية بجمالها وسيطرت بجمالها وده ما كانش أيضا كانت تزييف للحقيقة لكن كانت كليوباترا ذاكية متعلمة مثقفة فكان شخصيتها المؤثرة وليست الأنوسة نفسها لها طيب يبقى إذن عندما تتكلم عندما تفتح فيها تأثر كل من حولها ده من ضمن المقالات إحنا لدينا مؤرخين أقولنا على شخصيتها بباعة معروف نجب أن نتكلم عن الفيلم بتاع يوم 10 مايو الفيلم بتاع يوم 10 مايو نحن نتكلم عن كليوباترا تاريخيا وأثريا من النادر جدا أنك تأكدي تمثال لها نتكلم تاريخ بقى وعثار صح بقى من النادر أنك تلاقي تمثال لكليوباترا السابعة والسبب لده أن الرومان كانوا أعداءها فلما غلبوها في الحرب المعركة الشهيرة بتاعت أكتيوم اللي هي وهي وكانت ماركة أنتوري موجودين فيها وانتهت هذه المعركة بنهايتهم هما الاتنين بس هو كانت نهاية ماركة أنتوري الأول بعدين هي عادت شوية وبعدين كملت لأنها كانت شخصية قوية وكانت برضه كانت ماكرة إلى حد كبير فأنت عندك النهاردة الأرض معروف نحن نعلم على صفة التأكيد من هو أبو كليوباترا السابعة وكانت طولمس اللي اتناشر كان يطلق عليه الضمار ونحن نعلم أن الأم غير معروفة وغير مؤكدة تاريخيا ولكن نؤكد للجميع بأن نمرة واحد الحضارة الأفريقية أو الحضارات الأفريقية العظيمة لم تشيد الحضارة المصرية با نمرة واحد تاريخيا باب نتكلم نمرة اتنين كليوباترا باباها مقدوني بطلمي اغريقي تمام بطلمس اللي اتناشر ده إذن هو من نفس جلدة اليونان صحيح فهو ليس أفريقي وهو ليس أصمر صمار الأفريقية ولا حتى صمار نحن يعني ولا احنا صمار المصريين الأمح الحلو الجميل بتاعنا صحيح صحيح نمرة ثلاثة النوبيين والجنوبيين العظام المصريين الجينات بتاعتهم مختلفة عن الجينات النيكرويد الأفريقية صحيح برضو بنكلم على عظمة الحضارة الأفريقية التي صدرت في العالم الثقافية طبعا أنا فهمة وإحنا هنا بنتكلم عن تاريخ حقيقي عن توثيق لحقبة وشخصية حقيقية فيعني ما ينفعش ان احنا نغالد فيها يعني ربما لو كان هناك فيلم يتناول عن حاجة افريقية احنا أول الناس هنقول فعلا هي افريقية وتمام وحيبقى لأن احنا أفرق زي ما احنا بنقول ولكن ده التاريخ مصر والمصريين هي واحد مصرية قديمة بالجد خلطنا نغينا كلمة فرعونية من زمان مصرية قديمة بالجد 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 بالجغرافيا افريقية بالأب بالأب بدأت تمتزج مع الحداثة ومع الوطن العربي ومع الاسلام في 640 ومع العرب وغيره والآن أنت تلك البوطقة العظيمة اللي اسمها The Egyptians اللي هو الرئيس ده الجنس اللي اسمه المصريون وهو الذي قد ذابت فيه كل من دخل عليه صحيح فده احنا نتكلم هنا جينات ما فيش حاجة ما لهاش دعوة بفكرة العنصرية والأبرتايد اكيد انا من حياء يعني انا ضد العنصرية والأبرتايد والحلول يفقدم في 30 سنة انا هقدم للوزارة والوزارة للثقافة تريعا كده فده اللي فرص نحن على الهوى ولو في حد من الاسؤلين بيسمعونا انا حقول لكم الحلول ازاي انا رجل هدت محاضرات طيب خلينا نبدأ في الحلول ما هي الحلول تفضل الحلول واحد مؤتمر عالمي قبل 10 مايو تمام لمدة يوم ب10 علماء ثلاثة منهم أفروسنترزم يعني هندعوهم إلى القاهرة أو إلى أسوان أو إلى الأقصر هنقعد معاهم هنقنعكم بالعلماء بتوع الجامعة وعلماء وزارة الأثار أمسا الدكتور مصطفى وزيري والناس اللي متمكنة من علمها وأيضا المرشدية سيحيين اللي حضروا فضلات بر علشان يبقى عندهم اللغة وعندهم طريقة الأبروتش أو طريقة الوصول واحد اتنين فيلم تسجيل على مستوى عالمي يتفل رد فيه علميا وبالتالي نرد بدون الدخول في أي عنصرية أو شبوناية صحيح أنا أتفق مع حضرتك تمام الاتفاق وإحنا بقى عندنا كمان قناة وثائقية مصرية محترمة ممكن جدا أيضا ويتم أيضا وضعه على احنا كمان عندنا منصة محترمة جدا زي واتشت ممكن يكون عندنا هذا الفيلم أو على المحطة الوثائقية المصرية هذا هو الرد وأعتقد كمان أنه الناس العامة اللي موجودين على سوشال ميديا الحقيقة الناس كتير بترد وبتحاول أنها تكون موضوعية أنا بشكرك جدا دكتور بسام الشمع الباحث التاريخي بشكرك شكرا جزيلا زي ما قلنا أنا عايزة أقول لكم وهي فكرة كمان المنصات أنه بيتم إنتاج عدد من الموضوعات أو الأفلام لشد وجذب الانتباه ويمكن هنا ما بيهموش قوي أنه يعود للتاريخ أو يدقق لأنه حتى هذه المغالطات والتزييف عملاله جذبي يعني مخليها الناس حتى عايزة تنتبه هو حيعمل إيه صحيح أنه ده مش مفروض لأنه هي كده ممكن تضعف يعني مصدقية المنصة ربما أنها بتلجأ إلى إنتاج عدد من الأفلام أو تقديم عدد من الأفلام الغير صحيحة أو اللي بيتم فيها تزييف للتاريخ الأهم عندنا أنه لما نتعرض لعدد من الأفلام زي دي أو تبقى موجودة على منصات وناس بتشوفها يكون عندنا إحنا كمان شرح وبحث وتوضيح علشان هذه الأفلام ما تاخدش حيز كبير من الناس والناس تعرف أن هي أمامها تزييف تفتكروا كمان إحنا كمان كمصريين بالذات بنبقى حرسين لما يكون فيه حاجة خاصة بتاريخنا أو التاريخ الفرعوني كان فيه أعتقد عمل درامي وتم وقف هذا العمل لمجرد أنه الملابس أو الشكل مش مظبوط تم حتى وقف عرضه أو أنه يتم إعادة إنتاجه بشكل جديد وده مجرد حاجة محلية محلية إحنا أيضا بنهتم بيها فإذا مصر دايما حريصة على الدقة وإن إحنا نكون حرسين على وضع كل حاجة خاصة لما تكون حاجات وثائقية ويكون التاريخ هو العنوان خلينا نروح لفاصل وأرجع أتواصل معكم عندي لسه مجموعة من الفقرات وعندي على فكرة لقاء في نهاية لقاءنا النهاردة في التاسعة مهو جعفر العمدة مش حيمشي هو لسه موجود بناسه أنا قررت بقى أجيب الكبير بتاع فتح الله نفسه حمادة فتح الله شوف إيه اللي حصل معاه العيلة كلها لمت أوراقها ومشيت من المسلسل إيه اللي حصل هتعرفوه في نهاية التاسعة النهاردة فاصل قصير ونعود ونستكمل معكم بإذن الله أهلا بحضراتكم أجاست العيد خلاص بقى بتخلص والناس كده نبدأ كده نعود إلى الأعمال بإذن الله مع بداية الأسبوع الجديد إن شاء الله الناس تبدأ بحماس جديد دكتور محمد معيد وزير المالية أصدر الحقيقة قرار بتعديل قيمة الحد الأدنى للأجور لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة حيث تم تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءا من أول إبريل الجاري لهذا القرار كمان في إطار حزم التحسين الأجور التي وجه بها رئيس عبد الفتاح السيسي وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرة طبعا ده شيء أعتقد هيهم الناس كتير جدا وحتعالوا نعرف كده مزيد من التفاصيل ناخد دكتورة نيفين منصور مستشار وزير المالية للسياسات المالية مساء الخير دكتورة نيفين نعم لنساء نور يعني قولنا الخبر اللي هو يعني القواعد هتبدأ من 3500 قولنا القواعد تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالدولة هتكوني زي فضلي طبعا زي حضرتك قلت القرارات دي كلها جاءت بناء على توجيهات طبعا من الفيد الرئيس وإحنا بنحاول أن نقلل من حدة تأثير التضخم على المواطنين وعلى الموظفين وطبعا الحالة الاقتصادية يعني مع الأسف فيها تحديات كتير وده مش في مصر بس ده عالميا كمان ومن ضمنها طبعا مصر والدول الناشئة فزي ما حركت فضلت بقلت يعني فيه يعني كاتيجوريز أو حزم معينة أن احنا هنبدأ فيها من إبريل الحالي إن شاء الله إن شاء الله طب رقم 3500 ده الحد الأدنى اللي هيبدأ بيه؟ ده هيكون الحد الأدنى؟ المفروض إن شاء الله خلاص عموما إحنا نتمنى إن شاء الله يكون ده شيء بإذن الله يكون في عون كبير جدا خصوصا للأجور وللموظفين اللي لسه بيبدأوا خصوصا أصحاب الأجور الحد الأدنى بشكرك جدا دكتورة نيفين منصور مستشار وزير المالية للسياسات المالية بشكرك شكرا جزيلا عايزة أفكر حضراتكم أنه غدا بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي وصرح بذلك السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وأكد أنه تطبيقا لنص القانون في هذا الشأن سيتم تقديم الوقت المتبع حاليا طبعا بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الساعة 12 سبعة يعني قبل ما حنسيب معكم التسعة إحنا هنفكركم هنقولك قدم ساعتك ساعة وده حيكون إن شاء الله من يوم الجمعة الموافق غدا 28 أربعة إحنا من خلص ساعة 12 هنكون بدأنا يوم الجمعة وحتى نهاية يوم الخميس ده حيكون الخميس بإذن الله لسه فيه أعتقد فيه سبتمبر طيب خلينا ناخد يعني كده يعني مدخلة نعرف فيها إزاي هذا التوقيت هيقدر يساعد الناس أن يكون فيه تقليل لاستهلاك الكهرباء دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء مساء الخير يا دكتور مساء نورة فاني متحياتي حياتك متحياتي المتعين الكرام وكل سنة والجميع بخير وسعادة إن شاء الله أنا شخسين بحب التوقيت ده نهار طويل لطيف وإن شاء الله يقدروا الناس يستفيدوا منه قلنا الاستفادة من هذا التوقيت هو طبعا هو آلية من آليات ترشيد استهلاك الكهرباء مش من عجز الكهرباء ولكن هو الفكرة كلها هي تعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي وطبعا بما يعود بالنفع على الاقتصاد والدخل هي الألية الوحيدة هي تقديم الساعة بحيث أن هو الاستفادة من النارة الطبيعية لمدة ساعة بالإضافة إلى فيه آليات أخرى هي ترشيد بل كان معالي ده وتريس الوزراء أعلن من فترة الجزء الخاص بترشيد الإنارة في المدينة العامة في الهيئات والمباني بتاعة الحكومة والوزرات بالإضافة إلى ضبط درجات الحرارة الخاصة بالتكيفات كل الحاجات من ضمن الآليات الموجودة لترشيد الاستهلاك بالإضافة إلى كان برضو كان فيه آليات أخرى بالتعاون ما بين مقاوزات الكهرباء ومقاوزات اللوترول في زيادة الاستهلاك المزودة عن الغاز وأيضا بنسبة أننا في الكهرباء هو زيادة الاعتماد على الوحدات التي هي زيادة دورة مركبة التي تبقى كفائتها عالية وباستهلاكها أقل وبالتالي هي آليات متعددة الهدف منها هو الزيادة الاستفادة من العد الاقتصادي من تصدير الغاز الطبيعي تمام هو أعتقد كمان أنه حيبقى مفيد يعني كمان إحنا داخلين فترة الصيف الناس اللي بتسافر حيبقى فيه وقت نهار طويل اللي حيقدر يسافر حيبقى ساعات النهار يعني حتى الطرق يعني مش محتاجة لإنارة لأنه يقدر يستغل ساعات النهار حتى المغرب حيبقى تقريبا الساعة سبعة ونص فهيبقى عنده يوم طويل كمان على الفاتورة طبعا أكيد يعني أكيد النزل يعني فيه تاعب بحالها الإنارة حيوفرهم يعني الإنارة طبيعية مش محتاج اللي هو ينور الإضاءة بس برضو مهم أن نحن نخلي بقى يعني فيه درجات حارة التكيفات والحاجات اللي هي الأضافية اللي احنا أعلن عليها أكثر من مرة إن شاء الله تبقى خير يعني شاء الله إن شاء الله تبقى خير وفتكر حضرتك قدم ساعتك ساعة بعد ساعة مشكورك جدا دكتور أيمر حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء وبقول لحضراتكم إن ده حيكون إن شاء الله لحد الخميس آخر خميس في شهر أكتوبر 23 ده حينتهي في التوقيت في وقت طويل جدا تقدروا تستمتعوا الحقيقة أنا بحب النهار الطويل النهار الطويل لطيف والناس بتقدر تعمل كل مشاورها اللي مسافر اللي بيقضي الصيف يعني بيبقى فيه كده الرؤية واضحة ولطيفة وإن شاء الله يبقى جميل طيب خلينا يعني نشوف عايزة كده نروح أوريكم لمجموعة من الصور الطبيعية الصور دي لعزبة البرج عزبة البرج دي موجودة في محافظة دميات أجمل ما في الدراما هذا العام إنها قدرت تنور أماكن موجودة في مصر وأماكن حلوة الدراما الرمضانية الحقيقة في مسلسل تحت الوصاية قدمت الصور بصوا الصور حلوة قد ايه دي عزبة البرج بصوا الجمال عامل ازاي يعني يمكن الناس لما تشوف الصور دي يقولك يا دي إيطاليا ولا دي فينيسيا الشرق ولا دي ايه صدقوني مصر بديعة بديعة وطبعا المراكب الحلوة والحالة الجميلة بتاعت الصيادين بالذات في عزبة البرج بصوا الحالة عاملت ازاي بصوا ألوان المركب هتشوفوا كمان في الصور الخير بقى الاسماك والجنباري بصوا حاجة والجنباري الفراولة اللي عرفناه ده من المسلسل والاسماك بعينها كلها طلعة يعني طازة من البحر الصيادين المصريين والحالة الجميلة اللي نقلها المسلسل اعتقد دي من الحاجات اللي تقدر تقول كمان انت استفدت من الدراما انها تنور على اماكن فبالتالي انت تقدر بص الصيادة المصري جميلة يعني وشه كله بتكلم خبرة وصحة وردى وابتسامة ودي صور حقيقية يعني دي صور حقيقية لعزبة البرج دول الصيادين الحقيقيين دي اماكن موجودة في مصر بهذا الجمال البديع وده الحقيقة اشادة بالمسلسل تحت الوساية والدراما الرمضانية انها قدرت كمان انها تنور اماكن في مصر ممكن احنا ما نعرفش عنها كتير مش كل الناس راحت عزبة البرج مش كل الناس عارفة الجمال اللي موجود في دميات بصوا الطبيعة عاملة زي بصوا البيوت بصوا البحر بصوا الطبيعة قد ايه جميلة بجد احنا لو الدراما نورت اماكن كتير السنة دي الحقيقة الدراما نورت اماكن كتير جدا عندنا في مصر فعزبة البرج من الاماكن ويمكن هي زي ما نجحت يعني الموضوع بتاع الوساية وقوانين الوساية نجح المكان كمان ونجح الموضوع فاعتقد ده من النجاح والافكار اللي كانت موجودة في الدراما الرمضانية هذا العام ان انت ترجع وتلاقي ناس تقولك يا فين عزبة البرج انا عايز اروح المكان الحلو ده انا عايز اروح على فكرة اللي بيصيف في راس البر يقدر بسهولة جدا يروح عزبة البرج من منطقة الجيربي واللي موجود في دميات يقدر يروح واللي موجود في محافظة كمان جنب دميات الاهلية يقدر يروح يعني الناس تقدر تروح بسهولة جدا وتتفرج وتتصور وتشتري فده دور الدراما دايما الدراما لها دور فتحية للدراما الرمضانية هذا العام مسلسل تحت الوصاية اللي جابت لنا الاماكن الحلوة دي اللي هتخلينا كلنا عندنا شغف كده ان احنا نروح بعد فاصل هنروح ونشوف حكاية حمده فتح الله حمده فتح الله هو الممثل الكبير طارق النهري اللي بيعود هذا العام بأكثر من دور شوفناه في سوق الكنتو شوفناه في مسلسل دار بنار وايضا في جعفر العمدة هو مش سهل أبدا في الثلاث مسلسلات نفوذ طاقة لكن في جعفر العمدة كان عنده مشكلة ان هو معرفش يعمل تربية صالحة لأولاده الغل والانتقام خلاهم هما ياخدوا ورقهم ويمشوا في المسلسل وتنتهي دورهم في الحلقات خاصة في الحلقة الأخيرة قررنا ان احنا نشوف ايه الحكاية ونحاول نصلح مع طارق النهري ويكون معانا حمده فتح الله من جعفر العمدة دار بنار وسوق الكنتو بعد قليل في التاسعة برضو ما انتش قادر تفهم العملية المرادة كبيرة قوي ولازم تتنفس وتمك مسبوع واحد تجاز في انا بحملك المسئولية حضرة المفاتش مفيش حاجة موجودة في الميت وخليه يبعد عن اي حاجة هنا ببيت اقول لك ايه احصل لك الليل تتنفس المهم بديوك بس اقولوله النجابر سأل عليه وانه اذا ما جاليش لغاية عندي انا هروح لغاية اثرتك كتير او السلاح يروح مكان ما اقول لك شكلك مع نهرة وحسن تهلابي عن الشغل انا لازم بقى تجيب الانسل الفرنساوي هنا عشان يشوف المهزلة اللي بتحصل في ميت جابر شوف يا دلال جعفر العمدة مش هتقوم لقومة تاني وانا عاوزك ترجعي بتابوكي اخوفي اكارم لاللي جاي بسطة كنت او في اي مكان هتكون بتشاهد فيه شاشة التلفزيون هتلاقي طارق النهري بيعود بادوار مختلفة بيعود بقوة شديدة جدا فنان طارق النهري لو انت كده تفتكر في السبعينات كان من تخرج من قصيوت كله التجارة بعدها معدر عالي للسينما وبعدين كان عنده فرصة ان هو ياخد جايزة في اسكندرية كأحد الوجوه الجديدة الاخراج كان طريقه واشتغل على فكرة في التلفزيون وعنده طبعا اعمال وسهرات وبطولات مختلفة العودة القوية دي في رمضان عشرين تلاتة وعشرين كانت قوية جدا من درب نار للكنتو لحد جعفر العمدة الان هو في التاسع يلتقط الانفاس الفنان طارق النهري مساء الخير مساء النوري فاند كل سرة وانت طيب وحضارك طيبة وشعب نصر كله بخير اكيد بتلتقط الانفاس اكيد جدا لاني انا لغاية ستة وعشرين رمضان واحنا بنصور بس مش جعفر العمدة كان سوق الكنتو وضرب نار اول ورق جالك كان امتا؟ درب نار سوق جعفر العمدة اول حاجة جاء قبل رمضان بفترة طويلة فترة طويلة اه بشهر ونص على اقل حسيت انه يعني حسيت انه هيحقق النجاح ده ولا كنت بتعمله وبتكتهد انه يطلع دور حلو في الاول خالص نتيجة الغيبة اللي انا كنت غيبها انا كنت راجع خايف جدا وكنت بتحسس طريق وبتحسس زميلي وبتحسس الجو واللوكيشنز والمعدات كل حاجة لما بدأت اقرأ الورق حسيت بحاجة جديدة مع التصوير اكتشفت ان فيه نجاح هيحصل بأمرك يا رب لما اتعرض المسلسل او انا بتفرج في المونتاج كانت النسبة عندي مثلا سبعين بقيت خمسة وتسعين لما شفت العمل المكتمل بقى فوق المية في المية فانت يعني جالك جعفر العمدة او الورق صورته اول تصوير وبعدين جي بعد كده ضرب نار والكنتو جي السوق الكنتو وبعدين ضرب نار اخر حاجة الادوار انت طالع فيها عندك يعني في جعفر العمدة عندك يعني حنتكلم عليها الوحدة لانه دي الغل والانتقام والغلب موجود فيه لكن انت كنت قوي قوي في الاتنين الكنتو وضرب نار الشخصيات ونفوز الشخصيات اختلاف الشخصيات هنا وهنا الكنتو كتاجر خمرة ولو نفوزه وراجل مصري واخي الجنسية وبيحاول يفرض نفوزه وفتوانته على المنطقة كان زمان طبعا عصر الفتوات كان موجود السك consult اللي عملنا منها الأستاذ حسين المنباوي قال لي أنا عايزك تبقى هادي قوي مش عايزك تبقى منفاعلة عايزك أدائك يبقى تقيل وهادي وفي رصانة عشان تديني اللي أنا عايزه حاضر عملت ده وطلع بالشكل دوت لما جيت أنا وانا بخلص يعني خلصت جعفر العمدة الأول ودخلت سوق كانتو خلصت كنت جابر في سوق كانتو آه جابر في سوق كانتو وجون في ضرب نار بدأت جون آخر حاجة خالص آخر حاجة آه وأنا فكرت كنت خلاص الهيبة بقى بأنك رجعت التمثيل كتراحل بقى خلاص بقى مسألة كانت انتهت وبقت نسباني أن أنا إزاي أنوع في الشخصيات وإزاي أخلي فيه اختلاف في الأداء هنا وعن هنا وفي الشكل كمان لأن كنت خايف جدا لأن أنا كنت مربي دقني في الثلاثة صحيح وبصور في الثلاثة في حاجات قريبا من بعضها فكنت عايز نفسي في حاجة أحلى دقني ونفسي في حاجة ألكن قلت خلاص مالحقتش الثلاثة عملك لقرات لا 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 فكان التغيير في تسريحات الشعر بقى واللبس والحاجات دي تيال طيب بما أن أنت مش راجل سهل في الثلاثة أعمال فالحوار مش هيبقى سهل معك لا لا يا فن بدأ موافقين الحوار مش هيبقى سهل أنت راجل سعيدي يعني كلية تجارة جامعة أسيوت أنت سعيدي أصلا لا أنا اتحكم علي مجموعي أن أنا أدخل تجارة أسيوت تمام العيش هناك حلوة قوي كانت زمانا كانت الدنيا هاتية خدت قيم المجتمع السعيدي الجدعانة الجدعانة الرجولة الأدب بجد حبيت فيهم حاجات يعني أنا أنا فاكر كان عندنا واحد هناك اللي هو مسؤول عن التالي بتاع الطلبة في أي وقت في الـ 24 ساعة بنادي بلاقي الشهامة بقى ومنتهى الشهامة السعيدة بجد ناس محترمين جدا وفي أي مكان يعرفوا أن القاهري بيخدموا بانيه لما دخلت معهد السينما كنت عايزة تبقى ممثل ولا الإخراج هو اللي أخذك لا هو طبعا الإخراج يعني أنا قصتي أصلاها مع المعهد شغلانة لأن أنا كنت هجنة عايزة أدخل المعهد وروح تقدمت وللأسف أني ما خدونيش نجحت بس ما قبلونيش حصل مفضلة بني وبين ناس وخدوهم فكان يوسف بي السباعي رحمه الله كان هو الوزير أيامها وأنا خال والدي أستاذ نجيب محفوظ فقلت له يا خال أنا عايز أدخل المعهد مش عارف إيه قال لي الفن ما فيوش واسطى قلت له مش واسطى أنا جاي أنا عرفت أن أنا ناجح وعايز أدخل المعهد قال لي روحت ليوسف بي السباعي قلت له أنا عرفت أن أنا ناجح وما دخلونيش قال لي لو كلاما غلط قلت له ما تقبلونيش في المعهد مدى الحقيقة ففعلا لما لقاني ناجح قال لي المعهد صحيح دخلت بعد شهرين من بداية الدراسة وكانت أول محاضرة الأستاذنا رحمه الله محمود مرسي وقال لي انت جاي ليه قلت له أنا طالب هنا قال لي وفين بقى لك شهرين قلت له ما عليش كان عندي ظروف وأنا في كلية التجارة وكده كان فضلت مع كلية التجارة مع المعهد مع بعض لغاية مخلصت لغاية مخلصت انت طرحت قدامي ثلاث أسماء متخوفني يوسف السباعي نجيب محفوظ ومحمود مرسي ده إيه الزمن العظيم ده زمن كان فيه عبقريات أستاذ زيتي كان أستاذ علي بدرخان أستاذ صلاحة بوسيف الأستاذ محمود بسيوني عميد المعهد نفسه كان أحد أستاذتنا الكبار برضو أستاذ محمود الشريف رحمه الله كلها أسماء عظيمة أكيد أنا عارفة أنك ألفت وأخرجت وعندك سهرات كتير علاقتك كانت إيه بالتلفزيون المصري أنا علاقتي بالتلفزيون المصري أنا بعشقه أنا على فكرة كنت بشتغل أول نقطة خلقت من السنوية العامة كنت بشتغل في المطعم اللي جنب التلفزيون هنا آه تمام فأستاذنا الكبير نور الدمرداش رحمه الله كان معدي في يوم كده فلقاني واقف على باب المحل فبص لي كده قال لي أنت بتعمل ايه يا ابني بتشتغل ايه؟ قلت له أنا طالب طالب وبيشتغل آه قال لي مش عايز تمثل قلت له أنا بمثل في المسرح كنت في المدرسة وكده قال لي طيب تعال لي التلفزيون فوق قال لي ما عرفش هدخل المبنى قال لي تعال رخاتني من ايدي ودخلك دخلني المبنى ومضيت يومها عقد صرخة بريئة مسلسل ده كان مسلسل مهم قوي وكنا كلنا تقريبا وجوه جديدة ما كاشفين لأستاذتنا رحب الله هده سلطان وأنور إسماعيل مع احتفاظي بالألقات طبعا ليهم آه إنما لقيت نفسي بعمل بطولة ايه ده؟ اتخضيت آه وبدأت من هنا مشواري مع التمثيل يمشي فبقيت الدراسة إخراج إنما مشواري مع التمثيل هو كم سنة مشوارك مع التمثيل؟ من أول حاجة بدأتها عملت حاجة كي صغيرة كنت متضرب مع الأستاذ علي بدرخان في فيلم كارنك كمخرج فيلم مهم جدا من أهم أفلام السينما فقال لي في دور كده ده طارق تعمله قلت له طبعا يا أستاذ علي كان في وسط أستاذ السعاد حسني طبعا شلة جميلة فعملت دور صغير كده وكت بتمرن كم سعاد مخرج وبعدها مع الأستاذ صلاح أبو سيف برضو كت بتدرب سقطت في بحر العسل بطولة الأستاذ النبيل عبيد وأستاذ محمود ياسين وبرضو عملت دور في كده فبدأت الرحلة تاخد خطوات خطوات مسمرة لغاية ما دخلت بقى اتخركت وبدأت انطلق في الحكاية اه هرجعك تاني الرمضان والعودة للساشة والعودة للجمهور جعفر العمدة حزية بشعبية كبيرة جدا نسب عالية جدا في المشاهدة كنت وانت بتتابع بقى مع الناس اسبوع الأولاني التاني حسيت بقى ان المسلسل بدأ يشد قولي انطبعات الناس حمادة فتح الله انتو يعني عيلك انت عاملة مشاكل كبيرة جوة المسلسل يعني انا لغاية دلوقتي طبعا عايز اقول لحادثك ان الناس بتنديلي في شارع حمادة فتح الله قولي قولي مش تربي ولادك قولي قولي يا حاج حمادة برضو شوية ذهب منك قالوا الناس الشعب المصري بجماله طبعا وحبه للفن وحبه للفنانين انا لمست النجاح من الشارع مش من الشاشة اقبال الناس غير الطبيعي انا كنت فتعب بدخل اهاوي اتفرج كأنك رايحة ماتش كورة ايوه الناس تقعد تهيس وتعملوا وبيتفعلوا مع الشخصيات لما جالك الدور ما خفتش من العيلة دي يعني معلش يعني العيلة مش منتربية كلها خالص لعيلة كلها غيل وحقد ما خفتش يعني ما قلتش طبعا انا كنت عايز ارجع بدور راجل طيب امير اه 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 دور حد تاني ما خفتش هو الدور على فكرة كان الاستاذ محمد سامي بيقول لي خلي بالك ان انا عايزك تبقى متلون مش ثابت يا طيب وقبيح وشرير ايوه انا ساعات كنت بحس انك طيب وعايز تتراجع وبعين ترجع تاني اه فقال لي عايزين نفضل محيرين الجمهور ما يبقى عشان لما نوصل للفنال الراجل ده هو السبب في كل البلاوي دي واللي ممكن يكون هو اللي عامل ولا ايه ففعلا الحتة دي خلت الجمهور في حالة اشتياق مستمر جدا لما جالي العمل وقريته مش طبيعتي ان انا بقى ضعيف كده فخفت في الاول لان انا برضو عندي طبقة صوت حدة جدا بتدي قوة للشخصية فبدأت امرا روحي ان انا اخلي تنزل بصوتك شوية انزل بتنالي في الصوت عملت قتب شوية اه طبعا الرياكشنات انكسار انكسار كان استاذ محمد كان بياخد كمرياكشنات غير طبيعية بتلوق النفسي افهم هتعمل بيها ايه قال لي ما تتكلمش غالك بتفرج على الشاشة فلما شفت الشاشة انت كمخرج حسيت بايه يعني انت مخرج محمد سامي مخرج كنت شايف العين صح ولكن عندك قلق قللي الحقيقة لا ما كنتش قلق انا لان بجد كنت عارف كل اللي هو بيعمله حسه لكن انا كطارق نهري كمخرج مقدرش انطق في اللوكيشن كلمة ايه المشهد اللي قلقك خفت منه ما اقول كنت متطمن طول الوقت مشهد المصالحة مع بنتي كنت خايف منه جدا والمشهد اللي بتاع الفينال اللي هو كان المفروض ان انا ببقى انفعالي قوي قوي ان احنا بس خففنا الحدة الحدة في الاخر عشان نقفل المصالحة للناس تبقى مرتاحة نفسيا المفروض ان الشخصية قد تبقى اكثر جنون وولاده وحاجة كده يعني دول المشهدين يمكن اللي خفت منهم ومشهد المواجهة بيني وبين جعفر العمدة لما بقول له يعني انا جاي ومددلك ايدي بالسلام فبيقول لي معلش رجلي فيها واجع ومش قادر كان خلاص كان الحال انتهت انما مشهد بنت وصلح الدلال ده كان اكتر مش هتخايف منه جدا كنت قلقان منه وبعدين استدعيت ما يحدث بيني وبين بنتي واحنا كنا بنتك الحقيقية اه قبلها بشوية كنا متخنقين فعلا ولسه متصلحين فاسترجعت المرحلة دي وقلت الايمان العاصي ايمان انا يمكن اعيط قالتني ولا يهمك انا دموعي جهزل بتنزل فاقلت لها طيب وفعلا جات لنا كريزة عياطة احنا الاثنين بعد المشهد شحنته جامد ديتك شحنا جامد قوي وسامي فضل يشحننا يشحننا وقال انا عايز اسمع سوقه انا هو قاعد في اخر الدنيا قال انا عايز اسمع سوقه انت بتاعياطه بس وكانت كانت وحسيت طب ده الاشرار بالعياطه يعني طبعا من يملك الندم لازم يبكي يعني بس بيبقى مدرك هل هو بيبقى مدرك ايوه ولا هو مدرك المغلطان من يملك الندم وهو مدرك لكن من يملك الندم عشان يباين للناس ان هو ندمان لا لازم بقى ندمان وعارف ان انا عملت غلط ولازم اصلحه انا خطأي كالقبيح في شخصية فتح الله انه لم يلتفت لتربية اولاده اوه ده التلاتة كان نفسنا واحد بس يبقى كويه مفيش لا 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 ارجع كده في كورسي عيش دول حمادة شوية معلش يا حمادة كان مكسور وغلبان وبصة كده على الشاشة معايا صباح الرزق انا عين صباح الفول يا جعفر اخبار تحسين الاسبوع ده ايه اقفل النهار ده واخر اليوم هعرفك طب بلوايام كده ايه زي الاسبوع اللي فات ولا احسن اقفل وانا طمانك يا جعفر ما تيلقش خير بإذن الله خير اعوذ بالله من الشيطان الرجيب اصدق كلمتين يا معلم جعفر ها اكيد انت عرفت ان شوئي خارج قريب واعرف مين نزلوها صفحة ولف الاهرام شوئي لما يخرج اكيد هيبقى شايل من اللي حصل زماني وممكن لما يخرج يحصل مشاكل 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 مع مين انت فاهمني كويس قوي معلم جعفر وكفاية اللي حصل قوي زمان انا جايلك ومديد ايدي علشان اتصالح مشاكلون اتصالح طرف اما اطلع اون ايه طب اشاهدك انت يا نعيب شاهدنو علي ايه انا لو شاهدت عبقى في صفه حتى لو في الباطل صلى على النبي واسمع الكلمتين دول يا حمادة عشان فيهم ولا مؤغزة الشيفة وحياة الدلال بنتك اللي انت عارف مع ازيتها عندي قد ايه خروج ابنك شوام السدن زي وجوده فيه بالزمد في الحالتين ولا يفرق معاي واخره ايه زي كار يقعدي حاسبا علالي لونهار ويشكل اللي رايح واللي جاي او صحيح بمناسبة الواد كان مصيرته جاد في الكلام الواد بقى عصب اولي ومن دول يا حمادة يبقى حلل له سكر هو فعلا بقى عصب جدا عندك حق امعلم جافر صحيح ما تحلل له سكر الحاجة التانية وزاق حمادة قلبك جابك تجيل لحد قدامي هنا تطلب الصلح وانت عارف وانا عارف ان انتو اللي مؤجرين بلال شامع عشان يعمل اللي عمل قلتلك بدل المرة الف ان احنا ملناش دعوا بالموضوع ده ولو انت متأكد ان احنا اللي عملنا كده ما كدت السكرت علينا السنين دي كلها اقام علم جافر فكر في ان قلتقولك مرة تانية ان شوقي مزاي كارم زي انت كده مزاي سيد وبالمناسبة انا جيتلك هنا عشان مش عايزيني بقى فيه دم تاني مهو لو فيه دم اصلا عمرك ما تيجي توقف الوقفة دي يا حمادة فتح الله حمادة قولي الرابل بتاع اليوفت تحت كلمة مجوهرات حمادة فتح الله يكتبلك بالمذهب سبحان من خلق الدهب غالي واللي بيبيعه رخيص هلو هتشد الناس ونبيع هلو حمادة يبقول برضو الراجل بتاع اليوفت بنفس المذهب يحط تحت رخيص خط للتأكيد او يحط رخيص بالكوسين حمادة ارجع يا حمادة بس هنا كمان الشخصية غريبة جدا انت كنت تطالع منمق دايما لابس بدل مزبط يعني وكأن الشخصية منمقة من الخارج بس ضايع من جوه اه طبعا هو التاجر ده لازم يبقى شيء باستمرار انما داخله مفيش محطم اولا هو نتيجة انه شاف بولاده الثلاثة قدام عينه وخلاص لما كبروا هو الاثنين اللي اولاد هو اتصدم في بنته في الآخر انما الام اللي ربت وزرعت فيهم هذا الشر هو شافه وبيحاول كتير قوي انه يفهمهم ده انما هم مش مستوعبين خلاص الدنيا راحت يعني الدنيا راحت وفاتحين صدرهم وفاهمين انه هم أبطال العالم في التايقوندو والكارتيو هيدربوا وصدادة الزينب فوقوا بان شخص بيدربهم مراتوا بالشبشب بتضربهم طب فاضل ايه؟ اتكسروا يعني وكأنهم جميعا اتكسروا حتى الاب والام مش اسوياء خلاص لا طبعا خلاص وجودكو بقى جوا المسلسل مسلسل اصله كان فيه يعني يعرف اللي هو الناس الحلوين والناس الوحشين يعني اللي هو اهلة فاتح الله اللي معاهم الحق ومظلومين وبيحاولوا وبيعافروا وانتو كل بقى الانتقام والمشاكل عندكو كنتو عاملين ازاي في الكواليس؟ اولا يعني انا عايز اقول لك حاجة ان احنا كان فيه بتتميز كواليسنا بحالة من الحب شديدة جدا محمد رمضان بيتفاعل ويتعامل مع الناس كلها بحب شديد جدا اول مرة كنت تتقابل محمد رمضان؟ ده اول مرة تتقابل فعمل يعني احنا فيما قبل كنت حضرت له فيلم الالماني وبركت له عليه ودي كانت المرة تتقابلنا فيها وبعدين تتقابلنا في عمل بقى قالوا حاجات كتير قوي والناس بتقول حاجات كتير قوي هذا الانسان هو انسان بجد من مواقف كتير حصلت داخل ايه المواقف؟ في حاجات مش هقولها انما طبيعته بقى انه يدخل ويصبح على الناس كلها والكمبارس وياخدهم بالحضن ويسلم عليهم ويعايزين يتصوروا ويتصوروا ما يقولش لحد لا ابدا في حاجات انسانية هو عملها لا ما نتكلمش فيها انما انا لمستها كانسان بقى بقول هذا الرجل انسان بمعنى الكلمة انسان جميل قوي في تعامله كفنان راقي جدا مخلص للعمل قوي بيجتهد ان هو لازم يصل الى مراحل النجاح من واحنا جوا اللوكات ومشاهد اللي هو مش موجود فيها اللي هو في البلاتو بيبقى بيتفرق بيوقف موجود معاكو؟ اه وينزل يقعد احنا يعني كان كان بيبقى عملنا زي فريقين بقى احنا فريق فصح الله قاعد قدام محل الدهب وهم بيعودوا قدام مكتب جعفر العمدة وبيرجعوا مشاهدهم واحنا بنرجع مشاهدنا وبنبص البعض وحاجات كالغاية منخلص طبعا صحابه حبايب جدا ومحمد سامي بصراحة اطفى جو من الحب على المكان بخف الدم وهزاره وساعة الجد بيبقى فضيعة محمد سامي كان في لحظات والله يا ربي كان بيشتغل والمحلية المتعلقة في ايده وبيبقى بيموت وبرطه مصر ان هو يشتغل وبيبذل المجهود مضاعف عشان يطلع العمل بهذا النبي انا ما شفتش ده في مخريين كتير قوي ومن زمان قوي ولذلك العمل انا بقول جعفر العمدة وفي زمان ليالي الحلمية في حضن الجبل وزئاب الجبل وسلسلات اللي كانت الكبيرة بيها فقل طبعا طيب قبل ما روح فاصل عايزة منك حاجتين وحنرجح نكمل كلام اكيد تاني في جعفر العمدة مين الممثل بعيد عن محمد رمضان والبطل اللي ابهارك ما كنتش متخيل انه يعمل النجاح ده رغم انك كنت شايفه في الاستوديو ومين الممثلة الابهارك ده اختر لي ممثل وممثلة الممثلة استاذتنا الكبيرة الملكة هلا سطيع طبعا صف صف كل الاصطاف بعد كده جميل جدا من الناس اللي انا فجئت بيها احمد داش ده الولد ده هيبقى نمر واحد كممثل جان في الفترة الجاية طيب هنكمل كلامنا شفته حتى حمد فتح الله وانا بسأله كده برضو عينه على عيلة جعفر العمدة عجبته صف صف وعجبه المعلم سيف احمد ديس لسه الفنان طارق النهري بيحاول يشوف حكايته كانت ايه مع حمد فتح الله لكن عنده ادوار تانية وايضا حكاية تانية هنكمل معاكم بعد قليل في التسعة فنان طارق النهري في اضيافة التسعة مرة تانية مرحب بيك وبكمل معاك تاني الحوار كان عندك يعني عندي شوية اسئلة على جعفر العمدة بس هخليها في الاخر بس عايزة اروح لسوق الكنتو وعايزة اروح لدرب نار انت في رمضان يعني معرفش كنت محظوظ انك كنت في مسلسلات كبيرة ونجوم كبار فتعاملت خلينا نقول مثلا ودينا كده لسوق الكنتو ويمكن مشاهدك الاكتر كانت مع النجم الكبير امير قرارة يعني وكان فيه تحدي بينك وبينه يبدو ان انت يعني كنت بتستفز كل النجوم في كل المسلسلات يعني سبت رمضان وروحت الامير قرارة ايه اللي حصل امير انا بحبه جدا على المستوى الشخصي طبعا لان فيه بنا قرابة احنا ولاد خال اه فحتى تلاحظين العيون الملونة اه نفس التركيبة حتى لما جينا عملت دمعه انا عشقت كنت طلع ابوه فنسألوا ايه ده ايه الشبه الغريب ده ايه فعرفه امير لما جينا بنعمل الدول انا كنت اعمل شخصية تانية خالص كنت اعمل ايه كان فيه شخصية ضيف شرف عمله لستاذ محمد مرزبان ايه اه اللي هو التاجر الفرنساوي اللي هو في السوق اه درجة لطيف وبتاعه مسالم جميل جدا اه فحصل ان دخل تصويرين في بعض في نفس اليوم بنفس المتوقيت فقلتهم مش هقدر يا جماعة انا مرتبط خلاص بجعفر العمده ما عليش سامحوني فالاستاذ حسين المنباوي قالهم خلاص هنعمل ايه فكان ظهر دور جعفر ده اه جابر جابر فلاقيت امير بيقول لي ده انت محظوظ في دور جابر ده حاجة جامدة قوي قلت له طيب خلاص انت شايفه يعني لان انا مش لاحق مش لاحق بقى كان جعفر العمده على اخرنا كنتوا بتصوروا بقى كنا بنصور ومطحونين محمد سامي كان بيتحنى بياخدنا من خمسة الصبح لتاق لغاية 19 بالليل واحدة بالليل تاني يوم فقال لي لا دور حلو اوي فبعتوا لي الورق فبدأت اللي هو يعني طب حلو اوي 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 اه حلو ياه ده جميل جون دور جون لا ده جابر 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 في سوق كانتو جون ده في ضرب نار لغاية ما جيت قعدت مع الأستاذ حسين المنباوي شراح لي طبيعة الدور وطبيعة الشخصية والزمن والحقبة اللي احنا كنا بنشتغل فيها وازاي الناس كان بتتصرف في الوقت ده واث فبسرعة كنت خلاص بقى وفي كيميا بينك وبين أمير كرارة فالدنيا مش اه فالحمد لله عملته بالشكل اللي يرضي أستاذ حسين والأرض المجموعة يعني وكنت سعيد بالعمل والله لأنه لذيذ برضو وخفيف طيب انا عايزة اسألك سؤال بس اتكاوبني بصراح يعني قدتني أسماء كبيرة كده في البداية قلت لي يوسف السباعي نجيب محفوظ محمود مرسي وبعين الزمن مشي بيك بعد الخبرة دي كلها بقيت بتقف في بلاتو في محمد رمضان أمير كرارة وكمان أحمد العوضي وياسمين نجوم تانية وأجيال تانية احكيلي على الفرق زمان زي مثلا الأستاذة سعاد حسني فكرناك نفس البساطة اللي بقول لحضرك عليها أن حالة الحب الشديد جدا والبساطة الشديدة جدا وأن هما النجوم الكبار دول بيحتووا الكل من الأستاذ علي بدرخان للأستاذ كمال الشناوي للأستاذ سعاد حسني تحسي أن فيه عيلة وكان أستاذ ممدوح الليسي هو السيناريست وقتها وكنت أنت لسه شاب صغير ولا كنت في سنة وقتها الوقت الوضع مختلف أنت الخبرة وأنت معك شباب أنا عايزة اللي بيدور في دماغك اللي هو هو أنت بقيته كده هو الزمن كده لا والله زمنكو حلو لا يا ريتنا كنا في زمانكو قولي بصراحة لا هو طبعا أنا قدرت أتفاعل طبعا مع الجيل القديم وتربط في وسطه فأخذت عليه لما جيت للجيل الجديد أو جيل الوسط اللي هو قبل الجيل بتاعنا ده برضو كنا متعيشين مع بعض أستاذنا نون الشريف المجموعة النجوم في الوقت ده طبعا الجيل الجديد أنا لم أتفاعل معه بشكل كامل إنما عارف ليه؟ بتحس بتكش الشباب ولا التقنية الجديدة ولا المخرجين المختلفين قولي بصراحة التقنية الجديدة والمخرجين الجديد بتحس إنك قلقان شوي؟ آه طبعا لأن يعني مريت بمراحل كبيرة أنا اشتغلت مع ميسيو براكات مع الأستاذ صلاح أبو صيف مع الأستاذ علي بضراخان طبعا ما شكده بسألك مع نور الدمرتاج مين كنت بتحس في المشهد إنك فاكك لأ ومرتاح قولي بصراحة رمضان دلوقتي رمضان أمير قرارة العواضي شان أنت دول التلاتة اللي كنت بتشتغل معا طبعا عشان محمد سامي وصلني المرحلة إن أنا حسيت إن أنا مع المخرجين الأدام فكنت فاكك جدا مع محمد سامي حسين المنباوي مخرج هادي هدوء غير طبيعي عمل زي ميسيو بركات يحب الهدوء الشديد وبعد كده عنده فاكك جميل جدا بس الهدوء ده كان بيقلقك تبقى خايف يا ترى حلو ترى وحش أنا حلو ولا وحش أنا إنما ابتسامته عنده ابتسامة جميلة قال إليها حلو أوي جميل نفس ميسيو بركات كنت أقوله إيه يقولي هايل طب أنا عايزة تطمم أنا عايزة تطمم طب وضرب نار بقى ضرب نار هو كان مخرج جديد خالص أزمي صافة فكري يعني كان عايزي خلص ومحصوط في العمل فاللي هو حسيته مش لاحق يخرج ومش لاحق يتابع الممثل كنت بتكتهد أنت بقى فأنا خفت جدا فقلت لأ أنا هاشين نفسي وأحمد العوضي ممثل كويس ياسمين ممثلة كويسة يبقى أنا الحمد لله في دايرة مغلقة لما حلوة فنبقتش خايف التكنيك حلو مش وحش جميل وجود أمير كرارة والأرابة مدكش ثقف مش عايد كتير لا أمير طبعا لأن أمير احنا تعودنا عاملين مع بعض أربع أو خمس مسلسلات دلوقتي فخلاص بقت فيه واخد عليه ما بيننا حلوة أوي 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 لكن جعفر العمدة دي كواليس اللي كنت أنت مرتاح فيه جعفر العمدة ديتك الأمان كل ما فيه ديك الأمان كل العناصر اللي فيه لأن أنا الأول بقول لحضرك أنا كنت خايف إنما لما دخلت في أسطوب وليت أولا ترحب منهم جميل جدا خدت نفس مخرق قوي جدا مدير تصوير قوي جدا أستاذ النظار شاكر المساعدين فاهمين ووعيين جدا اللي بيحصل لكل هفوة في فالدراما كاتبون ضبطة في مين كم حمدى فتح الله في الحياة حواليك شبهك وشبه عائلتك اللي كلها غل وانتقام فيه شوية حلوين آه فيه فيه طبعا فيه برته أشرار كتير فيه فيه ناس شريرة كتير جدا وبتعمل الشر للشر اللي هو زي الكارم وشاوي دلال الشر الناعم ده هل فيه ستة في مصر بالشرر الناعم ده أعتقد أنه هم حوالي خمسة بس خمسة بس طب والله كوي كويس خمسة بس لأن المرأة المفروض فيها النهية شيء جميل جدا طب تعالى كده نفكر بالصوت عائلة ماذا لو حمد فتح الله كده المخرج والمؤلف ما هو محمد سامي برضو ومعه مؤلف تاني الدوك بولد واحد بس أو الزوجة تبقى صالحة كان هي بقى أحسن مريح شوية ولا لأنه الشر كان في العائلة كلها لا هو الدراما فرضت علينا الشر له احنا خلصنا بس أنا بكلمك دلوقتي كمخرج كنت تتمنى أن يكون في عنصر كويس آه طبعا كنت يعني أنا دلال 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 كارم ولا شوئي دلال تبقى دلال هي الكويس آه كانت أتمنى أن دلال تبقى هي الحاجة اللي افتظل منورة مين اللي تعمل دلال في ستات التانيين زينة مثلا ايمان ايمان العاصي ايمان العاصي برضو ايمان ايمان بس كنت تتمنى أن العائلة دي يطلع لها حد طيب آه طبعا كنت أتمنى أن دلال تطلع طيبة أنا شوفي أنا كنت عارف الأحداث ومع ذلك لما جت وبدأت تنقلب إلى الشخصية الشريرة حسيت أن ايمان العاصي قلبت وشها أنها تبقى شريرة فبقيت قلت إيه إيه التمثيل الجميل ده إيه 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 الاستاذية اللي موجودة في كل واحدة من زوجات آه جعفر والأم والأخت يعني حتى دعاء حكم البنت الهدية جدا الجميلة اللي هي طلع أخته أيوة إنسانة رقية جدا وجميلة وفي الطبيعة طبعا هي إنسانة هادئة جدا وجميلة مفاجئتي الضخمة صفصف آه تليها إيمان نرجس مي كالساب تفوقت على مي كالساب في كل حاجة شيء عبقري هذي اللي عملتوه في سيد وضعك طبعا يعني السيد أحمد فهيم ده شخصية طبعا هو بالطيبة اللي انت شفتينها دي على فكرة طبيعة طيب قوي آه قوي وممثل ممتاز 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 طبعا آه 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 أسام السقم يعني مش هتكلم عنه إنه جميل بجد حتى في طبيعته الشخصية بني آدم آه على مستوى راقي جدا وجميل إنما المفاجآت كانت أحمد داش آه أنا مالتقلش كتير مع أستاذ أحمد فهيم في شغل في اللوكيشن إنما لما تفرجت عليه أبهرني بجد شفته على الهواء أنا عايزة أسألك وإنت بتتكلم كده يعني لما نقول عودة طارق النهري لأكتر من عمل لكن كمان في رمضان شفنا فنانين كبار عملوا أدوار يعني فنان أحمد عبدالعزيز في سره الباتع كان طلع شرير ومبدع فنان حسين فهمي كان عالم أسري كبير يعني هلا صدقي تعود بدور قسر الدنيا كان فيه عدد فنان محمود قبيل كان فيه تمام عودة حميدة سوسن بدر يعني كل الأجيال وهي موجودة هل أنت شايف إنهم عملوا وزن في الدراما وجودهم مهم طبعا طبعا لا يمكن تعتمدي في الدراما على نجوم جداد وأبطال أعم نوارين وزي الفل إنما جداد الثقل في الناس الكبيرة بتدي ثقل للموضوع والحكاية والرؤية لأ حراكة تلاقي حتى اختلاف ما بين أداءنا وأداء الجديد في مسافة شوية إنما إحنا أنا بشعر إن وجود حسين فاهمي بيدي ثقل كبير لموضوع سوسن بدر محمود قبيل برجوعه جميل جدا طلته الحلوة لا فيه اختلاف فيه اختلاف كبير أوي طبعا وبيبقى جانب يقوي الدراما ويقوي الصورة ويقوي العلاقة ما بين الأجيال الأديمة والأجيال الجديدة طيب مين من ولادك كنت في الكواليس متحاطف معاه أكتر كارم ولا شو إيه لا هو لذا ولا دا الواحد يتعاطف معهم خالص أنا بعد كل مشهد كنت بقى بصيرهم كده وقلهم ابعدوا عني مش عايز أعرفكم دلالة الوحيدة اللي كنت متحاطف تا كان نفسك تبقى قاعد في عائلة جعفر العمدة طب بص كده يمكن يجي لك حاجة من هنا كنت بص يمكن يسو يا رب مالك يا عم زكت كده ايه ومكشر كأنك انت اللي مسكون مش أنا زلانطينا شوقي ابني أفرقك وروحت تصرفت من دماغك وكنت عايز تقسر جعفر واخرتها ايه قديكت سجنت سنين حرمتنا منلك زودت على أم يا أم لأ وقال ايه وروحت تقسل وبعد موت أخوك باثناشر سنة طب كان ايه لازمتها يا شو قلتلك ساعتها لو كان في يوم متخوك ولا بعد ما مات بيومين كنت فهمت لكن بعد اثناشر سنة ليه ساعات واستغرب وبقول لنا عودي طالعناه شفلي مين يمكن لخال الله يرحوه خلاص يا حج مش وقت الكلام دا دلوقتي بكرة ان شاء الله شاو يخرج ونتكلم براحك وليه مش وقته ملاك لحل ودينا بنتسلة انا لو كنت ظلم تكو يبقى عشان لما ضربت جعفر بالنار مكانش في دماغه وكام طالع خيبه عيلة صعبة جدا يعني هو حتى بيهزق ابوي يقول له يعني أنا مسترعلك الشر اللي متمثل في وجه الأم دا مش ببلاش دي رؤية فنانة ورؤية مخرج لما كان بيقول لها شلي العدسات ما تحطيش روج البيسي الطرحة بالطريقة الفلانية لأن محمد فاهم في حاجات كتير ما شاء الله عليه اخراج وتمثيل ومنتاج وديكور وملابس ومزيكة فلما كان بيدي ملحوظة كان بتبقى فعلا في مكانها يعني هي مرة كان حطت روج فقال لها ليه قالت له لا دا حاجة خفيفة فقال لها أنا مش عايزه خالص لأنه في المشهد تأثيره مش حاله طبعا هو عايز يعني فيه كده ملامح أسيا وفيها شر أكتر يعني فوصلت أن هي بقت أقل بصة من عينيها فيها الشر لو شفتي حضرتك منذر تلاقيه واخد تقريبا نفس تركبت الشر دي اللي موجودة في عينيها اللي موجودة في عينيها كارم طبيعة وشه فيها شر آه بس أنا حسيت أحيانا في الكوانيس يعني وأنتم تمثله إنك زهقت منهم بجد آه والله يعني إيه كمية الشر اللي في العيال دي يعني إديتنا الإحساس دا شوية يعني وأنت هنا قرفان منهم أصلا يعني يعني أنت برضو مش سهل وعندك شر بس كان نفسك إنه يطلع أي طيبة من أي حد وخايف عليهم لإني حاسس وقاري اللي هيحصل المفروض كشخصية في الدراما قاري اللي هيحصل من جعفر العمدة وعارف القوة اللي هتواجههم فأقول لهم لأ يعني افهموا هم مش عايزين يفهموا ولذلك جيت في الآخر قلت لهم كلكم اتفكروش تاني مش عايز أسمع أن واحد فيكو حتى فكر ولا هيفكر هضربوا باللي في رجلي لما انقلب بقى وبدأت إيه أصعب مشهد في المسلسل عدتوك أزا مرة كانت مشاهد الأكشن اللي هي في السيدة آه لأن كان فيها كتير وبعدين رمضان بيخاف إيده أو رجله طول حد وبعد كان فيه ناس من الممثلين مش عارفين الأكشن فرمضان مثلا ما كان ييجي يضرب واحد كان بيعمل خمس ست بروفات ويقوله ما تتحركش وما تقربش فغزبا عن الممثل التاني بتفلت منه خطوة الخطوة دي بتأزين فكان بتيجي في ساعات ضربات كده إنما كانت بتعدي إنما يعني أنا فاكر من المشاهد اللي كانت صعبة قوي برضو اللي نزل فيها لما كنت بكلم بنتي دلال في العربية وطرعوا قالوا له إيه الحق ده كارم شتم ونزل جعفر ده كان من المشاهد اللي فيها أكشن وحركة وحالة خوف وحالة اضطراب من الشخصية وحبه لبنته وخوفه عليها وكان فيها إيه أكتر حاجة عجبتك في محمد رمضان كممثل إن محمد بيمسك تلبيب الشخصية فهمها قوي يعني فهم عمق الشخصية حركتها الحتة الشعبية اللي فيها قوي تحس إن هو بيتكلم بلسان الشارع بجد يعني واحد بالسيدة الزينب من جدعان السيدة الزينب وبيتكلم بلسانهم وفي مواقف اللي هو كان بيتحول فيها إن هو بيحكم بين الناس فتحسي فيه بيتقمت شخصية أبوه فبيبقى الرجل الثقيل الرزين العادي محمد بيتلون معه دور بشكل جاي جدا بيبقى فاهم أبعاد الشخصية لا ممثل قوي جدا ممثل فعلا يستحق إنه يبقى نجم كبير عملت مشاكل الجواهرجية كلهم لأن انت طالع جواهرجي بس الشر كله موجود حد قابلك وقالك ليه كده يا عم محمد روح تصور في محل دهب كنا بنصور لقاء أحد اللقاءات مع أحد المنصات يعني فقالوا إيه إحنا عمللونك في محل دهب فقلت طيب فروح كادوا أن يأكلوني إحنا مش كده إحنا ما في ناشي تغل ده ما في ناشي الشر ده يا جماعة لا مش غل ولا شاء الله يا جماعة فرقوا ما بين الدراما وما بين الواقع ده التمثيل آه الدراما يا جماعة بتحتاج إلى بعض المبالغات عشان تصل إلى قلب الناس أو نوصل المسج اللي احنا عايزينها للناس فطبعا على ما اتكلمنا شوية لغاية ما هدي وصورنا وحلو قوي 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 اللي عايز أقوله بقى لحضرتك إن هذا المسلسل يمكن بعث رسائل كتير قوي أهمها إيه أهمها إيه إن الأم إذا ربت الأولاد بمنطق اللي ربت بيه الست دي ولادها هتحصد الشر بكل أشكاله والشر حيبعمل زي في التيل النار بيمشي في العيلة كلها وبيولع في البيت كله الوقت انتهى بس قبل ما الوقت انتهى أنا عايزة أعمل معاك كده مصلحة مع الناس والمصلحة مش هتيجي غير إنك تعترف ادي نفسك أرقام تاخد كم من عشرة في ضرب نار في دورك جون طبعا هو حكم الجمهور إنما أنا بقول حكمك على نفسك حكمي على نفسي فأنت حمد الفتح الله لازم نحكو أنت تحكم على نفسك هدي هدي ستة من عشر في ضرب نار في سوق الكنتو جابر ياخد كام نفس الحكاية برضا ستة من عشر جعفر العمدة بعد ما قالك مع السلامة خد ولادك ويمشي تاخد كام يا حمادة هاخد تسعة من عشر تسعة من عشر يعني تسعة من عشر أعتقد هو ده كان مسلسل العودة لطارئنا أكيد أكيد لو حصل دور تاني جديد مع محمد سامي كمخرج محمد رمضان تشتغل من غير ما تفكر وده اللي حصل بيني وبينهم دلوقتي إن محمد سامي بمجرد ما قالي بمجرد ما هرفع سبع التليفون هتعمل إيه قلت له طبعا هقولك موافقة يا محمد هتعمل دور شر تاني ما عرفش اللي يطلع بقى اللي هيجيلي نفسك تعمل إيه دور تاني إيه نفسي تقوله تقوله يا محمد خلاص بقى أنا تهريد شر نخلي في العائلات الطيبة نفسي أعمل فعلا دور الأب اللي بيحتوي أبناء وأبناء أولاد وبيضمهم في صدره بحنية الأب فعلا وتسمحي لي من خلالك أقول حاجة فضل أنا عملت مبادرة كده اسمها مع بعض هنلاقي بعض لكل طفل ضايع في الشارع وده من خلال المسلسل على فكرة هنعمل مجموعة مع رجال أعمال وا 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 هنعمل هذه المبادرة لإنقاذ الأطفال ونحاول يا رب يوفقنا أن نحن ترجحهم لأسرة أكيد دي من أجمل الحاجات الحقيقة تقول لي إيه محمد لحمد فتح الله علشان نختم وتودعه هقوله يا حمد زعلن منه جدا أنه كان قبيح في عدم تربية أولاده وكان طيب خبيس فإنه هو ضحك على الناس أكيد لو سمحت حاول كده بعد خلاص تقاية قدم ساعتك ساعة الساعة بقت واحدة وإنت لسه موجود في التاسعة ده كان عقاب بس إحنا حاولنا إن إحنا نخفيفه عليه بتعملهاش تاني يا حمد آخر مرة حمد طارق النهري يعود بتلات مسلسلات كل سنة وانت طيب وأهلا بيك على شاشة التلفزيون أهلا بيك وكل سنة وانت طيبين وشعب مصر طيب بخير وشكرا يا رئيس وكل سنة وانت طيب وتحيا مصر تحيا مصر على فكرة الباب من هنا إن شاء الله يبقى فيه سلام وأمان من غير ما يشوفك جعفر دورنا انتهى حيفضل كل مسلسلات رمضان تعمل كده حالة حلوة بين الناس حالة تخلي كل الناس يرجعوا يفكروا في كل الأدوار أعتقد طارق النهري مش هيخلي حمادة يرجع تاني في حياتكم اتفقنا؟ اتفقنا روح حمادة فاتحالة؟ روح خلاص ماشي هو هنجيب حالة وخد ولاده؟ وخد ولاده وتبرى منه أكيد نورتنا الفنان طارق النهري بشكرك شكرا جزيلا تصبح على ألف خير تصبح على ألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا